عاوزين نعرف من حضرتك إزاي شايف قراءة لاستضافة مصر لقمة دور جوار السودان تحديداً في محاولة لإنهاء الأزمة السودانية واللي طبعاً بتعكس دور مصر الرائد في ملف السياسة الإقليمية من جديد تثبت الدولة مصرية امتلاكها لقدرات يحبها بها الله سواء من الموقع اللي إداها مكانة وفرض عليها دور بتلعبه في الإقليم مش جديد أن الدولة مصرية تشتبك مع أزمة إقليمية ويكون لها اليد العليا في مصار التسوئة منذ البداية هذه الأزمة في 15 إبريل الماضي والدولة مصرية كانت حريصة على الوقوف على مسافة واحدة من كافة أطراف الأزمة وكانت الدولة مصرية تبزل كافة المساعي من أجل أن تصل للجميع رسالة أن هذه دولة دولة السودان لها مقدرات هذه مقدرات ينبغي أن تحترم لأنها مقدرات لشعب تربطنا به علاقات وثيقة على مدار التاريخ وأنه لمجال للتهاون في التفريد في حقوق هذا الشعب وقدرت مصر أن تعمل من خلال المجهودات التي بزلتها وزارة خارجية مصرية سواء في مجلس الأمن سواء في الجولات المكوكية التي معي وزير الخارجية سيد سامح شكري سواء في اللقاءات الصناعية التي جمعت الرئيس عفتاح السيسي بمجموعة الضعماء الأفرقى من دول الجوار الأفريقية على مدى فترات متزمنة منذ اندلاع هذه الأزمة إلى جانب اللقاءات التي كانت تُعقد على سياق أو في سياق القمم الخارجية سواء في فرنسا في أي دولة أو في أي تجمع كانت الدولة مصرية حريصة على مناقشة القضية السودانية أو المسألة السودانية الارتباط المصري بالأزمة السودانية مش ارتباط مصلحي ولا ارتباط بتعني به رغبة في السيطرة ولكن هو ارتباط يعبر عن علاقة ودي النيل اللي هي العلاقة اللي كتير جدا من الناس ما بقدرواش يتفهموها واللي بتفرض على الدولة المصرية أدوار مختلفة في التعاطم هذه الأزمة أنا عايز أقول يعني مثلا زينا بتتكلم على نسيج المجتمع المصري وزي أن هذا النسيج صعب أنك أنت تتحلله أو تلعب في مكوناته بالضبط هي العلاقة بين الشعب المصري والشعب السوداني على مدار التاريخ بالطبع دخلت متغيرات كتيرة في الفترات الأخيرة يعني بتتكلم على 30-40 سنة اللي فاتوا فيه متغيرات كتيرة حصلت ساهمت فيه تأجيج أوجه من المشاعر المتنقدة مع حقائق تاريخية لكن يظل في التاريخ ويظل في التاريخ والماضي والحاضر والمستقبل أن الدولة المصرية هي الحاضن الأمين لكل الشعوب التي تلجأ لها يعني لو بتبص لده أنت شايف أن استقبلت المواطنين العرب من سوريا من اليمن من ليبيا ومؤخرا من السودان وتتعامل معهم بيعتبرهم ضيوف على الدولة المصرية صحيح لا تتعامل معهم أن هم لاجئين زي ما الأطراف تانية أكتر من 7 مليون ضيف موجودين عندنا في مصر 9 9 كمين فخلينا نكون ضققين أن هم أنت بتتعامل معهم من منطلق مختلف شوية أنك لك رؤية في هذه القضية هذه الرؤية تقوم على المبادئ الإنسانية في السياسة الخارجية المصرية وتقوم على الرؤية الاستراتيجية لرئيس عرفتاح السيسي لمجمل أوضاع المنطقة وضرورة التعاطي معها في إطار من العدالة التي تقتضي تدخل الأطراف الدولية من أجل وقف هذه الصراعات لا تأجيجها يعني أنت دايما بتدور أن الأطراف الدولية ينبغي أن تتدخل لوقف هذه الصراعات لا تأجيجها ليه؟ لأن احنا شوفنا قدام عينينا كلنا تجارب كتيرة لدول بدأ فيها الصراع زي ما ابتدى في الدولة السودانية وقالت إليه ما قالت إليه الأوضاع من انفراط عقد الدولة الوطنية بس هم شايفين تفاقل استباقي كده لأن الأطراف قد يصلوا إن شاء الله سريعا لشيء ما أو لأليات ما لوضع حلول الأزمة لأن الدولة المصرية على علاقة طيبة بجميع الأطراف وعلى مسافة واحدة من جميع الأطراف وهي الداعي لتنظيم مثل هذه القمة فأعتقد أن هناك تفاقل استباقي دولي موجود بنتائج القمة اللي لسه طبعا هنشوف طيب أستاذة مننا حضرناك بتقولي نقطة مهمة جدا وهي تهيئة البيئة تهيئة البيئة بمعنى أنك أنت منذ البداية أنت هيأت نفسك للعب هذا الدور فيه إدراك واضح من الدولة المصرية ورؤية أنت تمتلك دولة لديها أجهزة معلوماتية وأمنية على قدر عالي من المهارة قادر تقدم قراءة دقيقة تحليلية للمشهد ومن ثم قادر استطيع متخذ القرار أن يبني على هذه المؤشرات سياسات واضحة في التعامل مع الأزم من البداية زي ما الأستاذ مننا تفضلت وأشارت أنت احتفاصت بأعلاقات على مسافة واحدة من كافة أطراف النزاع دع تهيئة للبيئة أن ما فيش طرف في السودان يشعر أن الدولة المصرية تميل لطرف على حساب الآخر من البداية أنت تدخلت توكن شعارك الإنسانية ويمكن آخر حاجة اتعاملت في الدولة المصرية اللي عقدتها وزارة الخارجية المصرية في يونيو الماضي المؤتمر الخاص بالدعم الإنساني للشعب السوداني أنت دولة اختارت أن هي وهي بتتدخل ما بتهتمش بمصالح مواطنيها بس ويمكن احنا نتذكر أن احنا كنا هنا مع بعض وتكلمنا على أن الدولة المصرية ساهمت كتير جدا في إخراج العديد من المواطنين الأجانب اللي كانوا متواجدين في السودان وفي تحت المظلة المصرية أنت دولة دعمت كل الجهود الإقليمية والجهود الدولية اللي تمت بغرض تسوية هذا الصراع سواء جهود السعودية الأمريكية سواء جهود الإيجاد سواء جهود الاتحاد الأفريقي لكن في النهاية أنت بتحتفظ بميزة أنك في ظل كل ده كنت حريص على التوصيل الرؤية بتاعتك لحل هذه الأزمة لكل الأطراف لما توصل للنهاردة أنت بتقدر تقول وأنت داخل على قمة بتحضرها مصر ترأسها مصر ومعها جنوب أفريقيا معها تشاد معها جمهورية وسط أفريقيا معها إثيوبيا معها ليبيا معها جامعة الدول العربية معها الاتحاد الأفريقي إذن أنت تتحدث عن القدرة على لم كل الأطراف يعني أنت كان لسه عندك مؤتمر منعقد للإيجاد في إثيوبيا يوم الاثنين الماضي اختتب أعماله يوم الاثنين الماضي ولم يستطع أن يتوصل برضو إلى نوع من أنواع التسويل هذه الأزمة فأنت بتتحدث عن أنك تقدرت تتوافق مع كافة هذه الأطراف ويمكن انبارح انطلق المؤتمر التحضيري لهذه القمة التي تعقد النهاردة القمة الرئاسية التي تعقد النهاردة والمؤتمر التحضيري كان على مستورة رفيع يعني أن القيادات المتواجدة فيها قيادات مسؤولة في هذه الدول المختلفة لما تبص إلى هذا المشهد أنت كل هذا يدفعك للتفاؤل ليه؟ لأن الأطراف الدولية تنظر وتقدر وتسمى كثيرا الدور المصري صحيح كلهم يعرفين كويس قوي حمالية مصر في المنطقة الدور المصري في القضايا من هذا النوع في الأقليل القضايا الفلسطينية المسألة السورية دايما أنت بتثبت على مدار التاريخ صحة وجهة نظرك ومنسمى لما حد بيجي يتكلم على تراجع الدور المصري في الأقليل وفي العالم هنا أنت بتتكلم بدون مؤشرات واضحة ده أنت لو بتتكلم بمؤشرات واضحة أنت لازم تبص للنجاح الرؤية المصرية في الملف السوري تبص للنجاح الرؤية المصرية في القضايا الفلسطينية والدور المصري المهم دايما مصري بتلعبه لتهدئة الأوضاع في هذا الملف الشائط أنت بتبص للدور المصري في تسوية الصراع بصورة متوازنة في إقليم البحر المتوسط بما يحقق مصالح الجميع والمكسب للجميع بتبص للتعامل الرشيد للدولة المصرية مع أزمة سد النهضة والأبرازها أنك أنت بتستقبل بالأمس الرئيس الإثيوبي الرئيس الإثيوبي أبي أحمد أنت بتتكلم على دولة قدرت تغير كثيرا من المفاهيم القديمة عنها أن أنت بتتكلم على دولة استطاعت عبر سياسة رشيدة واحترام القانون واحترام سيادات الدول الأخرى أنها تبني هذا النوع من أنواع الثقة في توجهات سياساتها خارجية علشان كده يؤسس مننا لما بنقول ده بنقول أن الدولة المصرية وهي بتقدع لهذه القمة بالفعل كافة دول العالم المؤثرة والفاعلة في هذه القضية ترحب كثيرا بهذه القمة وتدعمها وتدعم القدرة على التوصل لنتائج النتائج بتاعتها مبنية على الرؤية المصرية التي سبق طرحها في مجلس الأمن أن أهمية الحفاظ على الجيوش الوطنية وعدم إهضارها وتماسك هذه الجيوش والمؤسسات في الدولة الوطنية أنت بتتكلم على عدم السماح بأي نوع من أنواع التدخل الأجنبي في شأن السوداني أو تواجد أي قوات أجنبية على الأرض السودانية بما يشكل مصدرا حقيا للتهديد شفنا ده حصل في دول أخرى وشفنا أدى إلى إيه في النهاية أنت بتتكلم على أهمية ويمكن السوداني ده اللي بيخلي يعني كلام حضرتك ده إجابة على تساؤل لدى البعض ليه مصر ما تدخلتش منذ اندلاع الأزمة في 15 مايو تحديدا إبريل عفوا 15 إبريل حينما تدخلت حينما اندلعت هذه الأزمة الدولة تحديدا طب أرد على حيك في النقطة دي أستاذ أحمد وده حاجة مهمة جدا لازم نتفهمها مرتبط في السؤال اللي فات هنكتبوله حريك تهيئة البيئة صحيح التدخل في التوقيت اللي حصلت فيه الآزمة كان تدخل إنساني في المقام الأول لتأمين المصريين المقيمين في دولة السودان الشقيق ولتأمين خروج جاليات الأخرى إنما بدأت اتصالاتك على الأرض مباشرة بالأطراف المباشرة للصراع في الدخل السوداني الجيش السوداني وقوات حمدتي حمدتي لما اشتغلت على الملف ده انت اشتغلت بمنطق مختلف بمنطق إنك بتتعامل مع الأطراف لتسوية الصراع والعودة إلى الحل السياسي ده مبدأ رئيسي الدولة مصرية بتنتهج وإن التسوية السياسية وطاولة المفاوضات والحوار هي الأساس لانطلاق مختلف فانت اشتغلت على فكرة تهيئة البيئة لم تتصرع في استضافة الطرف والاستمالة للطرف على حساب الأخرى كانت رؤيتك متوازنة وكنت حريص على إنك تستعرض هذه الرؤية مع كافة الأطراف الأقليمية اختبار مصدقية السياسة الخارجية المصرية أنا بشوفه مهم جدا في هذا التواجد لدول الجوار على الأرض المصرية وده أمر مؤشر جدا ليه؟ لأن هذه الدول بات عندها حاجة اسمها إدراك للمخاطر إدراك المخاطر اللي بتتم داخل الدولة السودانية ومدى تهديدها يمكن كان فيه تصريح للمتحدث الرسمي باسم مزارة الخارجية السودانية كان بيتحدث فيه عن أنه يأمل أن تقتنع دول الجوار وأن تكون صادقة أنية في أن استمرار الأزمة السودانية سيمثل عليها تهديدا خطيرا تهديد بيتمثل فيه الهجرة بتتمثل فيه فرص انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة بيتمثل فيه انهيار دولة بما يوصله من تقويد لأركانها ومن ثم فرص تداعي في الدول الأخرى نتيجة تهديد حدودها وبالتالي هذا الإدراك للمخاطر اللي توفر عند قيادات الدول الأخرى يمثل عملا رئيسيا حكما لأنها شايفة أن هذا الأمر فاقم وضاعف من التبعات الاقتصادية لأزمة كبيرة جدا بيور بها العالم هل ده موجود عند الأطراف السودانية؟ يعني إحنا بنتكلم عن تفاقل دولي وبنتكلم عن دول الجوار شايفة فين المشكلة وبتحاول تشوف حلوبة هل بقى الأطراف السودانية فعلا صديقة النية في أنها تبتدي تعد عن مؤادة محاورات ومؤادة مفاوضات وتتحاور وتنفذ فعليا ما قد ينتج عن المؤتمر؟ هقول حديثك على حاجة يعني أنا استبق المؤتمر تصريح لفخامة الرئيس منذ أيام قليلة اطمئنه السودان في الطريق إلى الاستقرار لما فخامة الرئيس الفتاح السيسي يدلي بهذا التصريح وأنا دايما بقول على المصريين أن يسخوا كثيرا في دقة المصطلح الذي يخرج من هذا الرجل عندما يتحدث عن أن مصر تتدخل من أجل أن تكون هناك سودانا مستقرا وأن لديه مؤشرات على ذلك تبقى معنى ده أن هناك جهود تمت مع كافة الأطراف على الأرض هناك لقبول هذه الأفكار لأن هذه الأطراف عليها أن تدرك أن استمرار هذا الوضع المأسوي سيفاقم من معاناتها لن يكون هناك منتصر ستكون السودان ساحة للفوضى ومن ثم نحن نوصل لزيروسام جيم كل الأطراف خسرنا فيه مفيش حد هيكسب وده مش من مصلحة حد على الأراضي السودانية ومن ثم هناك اقتناع كامل من كافة القوى السياسية مصر استضافت العديد من أطراف الحركة المدنية في السودان والحركة السياسية في السودان في مؤتمرات وفي نقاشات مستمرة من أجل البحث عن فرص للتلاقي على رؤية مشتركة لتسوية هذه الأزمة أكيد أن مصر كانت حريصة عبر مؤسساتها أن هي تتواصل مع طرفي الصراع وأن هي توضح لهم الصورة الكاملة لحال استمرار هذه الأزمة هذه الأزمة إذا استمرت ستهدر مقدرات الشعب السوداني سيستمر هذا التطاحن وهذه الأعداد غير المسبوقة في الضحايا سواء مصابين أو متوفين ومن ثم نوع من أنواع الاستمرار يعني أسراع المجنون ده أسراع مجنون يعني أنت بتقود إلى إيه؟ بتقود دولة إلى إيه؟ مصار الدولة هيبقى شكل عامل إزاي؟ هنا إدراك المخاطر النفسه عند الأطراف السودانية موجود لكن الأهم أن معظم القراءات اللي أنا شفتها وتابعتها سواء من أحزاب أو حركات أو تنظيمات أو مؤسسات الدولة الرسمية أنها مرحبة كثيرا بهذا المؤتمر وأنها تصق كثيرا في القاهرة أنها ستدافع عن الدولة الوطنية السودانية وأنها لن تسمح بنهيارها وأنها لن تسمح بنهيار مؤسساتها وأنها لن تسمح بنهيار الجيش السوداني وأنها تتعامل مع المؤسسات الرسمية في الدولة السودانية وده اللي بتبحث عنه السودان ككل لما بنتابع الفقرات الإخبارية اللي بتيجي فيه النشرات الأخبار فيه توجه واضح للتلاحم والوقوف خلف الجيش السوداني ومن ثم علينا أن نثمن من هذه الجهود ولكن نتفوض مع الأطراف المختلفة لكبول تسوية تقود إلى العودة إلى المصار السياسي مرة أخرى حل الأزمة السودانية في العودة إلى طاولة المفاوضات وده اللي بتتبنى الدولة المصارية نتحدث عن قمة يمكن الهدف الرئيسي فيها في المقام الأول هو الوقف الفوري للقتال والاقتتال الموجود في الأراضي السودانية تحديدا ووقف إراقة الدماء ووضع آليات أو بمثابة وضع خارطة طريق لإنهاء هذه الأزمة نتحدث عن قمة تعقد هنا في القاهرة برعاية رئاسية تحديدا لدول جوار السودان أكيد فيه تفاصيل أكتر وإيه هي الآليات دي ده اللي هنعرفه من حضرتك لكن هنطلع فاصل سريع ونكمل مع حضرتك بقية الكلام الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية بعد الفاصل مستمرين في الحوار مع حضرتك أهلا بحضرتكم من جديد من استأنف كلامنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أستاذ أحمد خلينا نكمل كلامنا عن أهمية الاستقرار السوداني بالنسبة لمصر والتعامل في مصر على إن وحدة حض نيل دي شيء يعني مفروغ منه دائما وأبدا وحضرتك أشارت لده في سياق حديثك إحنا بنتعامل إزاي كأمن قومي مصري مع الوضع في أسول لا في إدراك للمخاطر اللي حدثت على الدولة السودانية في المقام الأول ده أمر مهم جدا التحرك المنضبط المتوازن مع كافة الأطراف ومؤخرا السعي لتوحيد جهود دول الجوار لأن الشواهد كانت بتقول أن الفترة اللي فاتت وده قراءاته وأبحاثه كلام مكتوب أن هناك قوى إقليمية لعبت أدوارا في مد أطراف الصراع في الداخل السوداني بأسلحة من أجل تأجيب وإطالة أمد الصراع وأطراف دولية راعت مبادرات للتدخل المباشر في الداخل السوداني طبعا إذا حدث هذا الأمر هو بمثابة تهديد مباشر للأمن القوم المصري علشان كده كانت مصر منذ البيانة اللي أصدرته خارجية مصرية في مجلس الأمن واللي كانت حريصة فيها على توضيح أن الشأن السوداني شأن داخلي وأنه غير مسموح بتدخل أي قوات أو تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي السودانية فده إدراك مبكر لهذا الأمر فيه إدراك مبكر للمخاطر حال انهيار الدولة السودانية على الدولة المصرية إحنا بنرتبط بحدود مباشرة مع دولة السودان بنرتبط بعلاقات مباشرة مع أهلنا في السودان إحنا رحبنا بيهم كديوف لكن إذا انهارت الدولة في السودان ده أمر سيمثل مخاطر شديدة من انتشار التنظيمات الإرهابية وتنظيمات الجرائم المنظمة فبالتالي أنت محتاجة أنك تتواجد بفعالية في هذه المساحة عشان كده كل الجهود التي احنا كلمنا عليها في الفقرة الأولى كانت الدولة المصرية حريصة على أنها تمارسها على الأرض حفاظا على الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني والأمن القومي العربي أنه ليس من مصلحتنا في هذه اللحظة التي نعاني فيها من انهيارات في دول عربية رئيسية كبيرة زي سوريا زي اليمن زي ليبيا وعندنا أزمة كبيرة في القضية الأم القضية الفلسطينية أن نحن كمان نشاهد دولة أخرى تضيع بين أيدينا وهي دولة السودان الشقيق بما يتمثله من عمق استراتيجي للجنوب المصري تاني المشهد لو الحد بيبص على الدولة المصرية مش عشان السودان بس لكن الدولة المصرية في كافة اتجاهتها هناك تهديدات مباشرة للأمن القومي المصري فتح جبهة جديدة في السودان واستمرار هذه الجبهة قد يمثل مخاطر شديدة نحن في غنى عنها بالإضافة إلى التبعات الاقتصادية والتهديدات الاقتصادية والتهديدات الاجتماعية اللي مسلت هذه الأزمة في الأوينة الأخيرة وبالتالي كان هناك إدراك كبير جدا لمكونات هذه الأزمة تفع الدولة المصرية للتحرك للحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي السودان نعم سؤال حمد بنكلم على الأليات اللي من الممكن أن تخرج من هذا المؤتمر بنكلم على مؤتمر دول الجوار تحديدا لدعم الأشقاء في السودان طيب أول حاجة أتصور أن دول الجوار ستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته وده أمر رئيسي يمكن الدولة المصرية بتتبنى في كافة المحافل والمؤتمرات اللي شركت فيها الدولة المصرية مؤخرة أن هذا المجتمع الدولي عليه القيام بمسئولياته الحقيقية تجاه استقرار الأوضاع في الداخل السوداني سواء عبر تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة في هذه المرحلة ثم تقديم المساعدات الاقتصادية اللازمة لإعادة إعمار دولة السودان المشاهد في السودان مشاهد تدل على خراب كبير قد وقع في الداخل السوداني لما تبص المكونات الأزمة السودانية الأزمة في الأساس سيبك من اندلاع هذه الأزمة لكن هناك أزمة حقية في السودان أزمة اقتصادية وهي أزمة اقتصادية تعاني منها كافة دول القرى الأفريقية نتيجة عدم العدالة في التوزيع الأعباء وعدم العدالة في توزيع الاستفادة من مقدرات التنمية فأنت بالتالي أنت محتاج تعمق هذه العوامل ومحتاج تطالب المجتمع الدولي أن ينظر بنظر أكثر عدالة تجاه هذه القضايا لأن حتى إذا تجوزنا الأزمة السودانية هناك دول أخرى يمكن أن تتفجر فيها مثل هذه الصراعات نتيجة انعدام عوامل العدالة الاجتماعية سواء العدالة التمولية والعدالة الاقتصادية والعدالة السياسية حتى في الحقوق السياسية لهذه الدول وشعوبها ومن ثم أنت محتاج نظرة أخرى من دول الشامل المتقدم لدول الجنوب ومنها دول القرى الأفريقية وعلى رأسها بالطبع في هذه اللحظة الدولة السودانية انهيار الدولة السودانية يمكن أن يهدد دول الجوار ومن ثم على دول الجوار أن تلتزم بأليات واضحة في التعامل مع هذه الأزمة يعني بمعنى أنك مش ممكن تكون عندنا مثل عفوا أن أنا أقوله بالحمية إذا جالك عدو أو الريح سد وستريح الباب اللي جيلك منه الريح سد وستريح إذا أنت شايف كدولة جوار أن هناك أحداثا على الأرض تحدث قد تمثل تهديدها مباشرة لك من مصلحتك أن تدرك أن هذه الإشكاليات قد تطالك وقد تصل إلى الداخل عندك ومن ثم عليك التعامل بإيجابية أكثر تجاه ضبط الحدود تجاه الالتزام بضوار معاني خاصة أن السودان في دايرة الأمن القومي القريب يعني أنا ما أتكلمش كمان في حاجة بتمثل تهديد أو بتمثل لمصر الأمن القومي المباشر الأمن القومي المباشر الأمن القومي المباشر للدول المصرية لكن أنا بكلم على دول الجوار نفسها دول الجوار عليها أن تدرك ده ومن ثم تتحرك بأليات أكثر انضباطية وأكثر مصداقية لوقف أي نوع من أنواع الإمدادات العسكرية أو السماح بمرورها إلى الداخل السوداني نحن عندنا بعد مرور أكثر من 90 يوم نحن شايفين أن في أي طرف من الأطراف حقق انتصار يذكر لكن شايفين أن فيه مدنيين متضررين وأن فيه نقص في المساعدات الإنسانية للعمال ليس عارف يمر بما فيه الكفاية في المناطق الأكثر تضررا أو مناطق سميها القتال والمدنيين هم الشديد يتأتي دي النقطة الأولى اللي كنا بنقولها أن المجتمع الدولي مطالب القيام بمهامه قلنا المهام الإنسانية الآن أنه عليه تقديم الغساة الإنسانية اللازمة للداخل السوداني ووقف فوري ثم عقب ذلك أن نحن نقدر نتدخل من أجل تقديم المساعدات الاقتصادية الوقف الفوري وديكت النقطة الثالثة اللي هنقولها في الآليات أن عبر الاتصالات الكبيرة يعني أتصور بل وأثق أن الدولة المصرية لم تكن لتدعو لهذا الاجتماع لو ما كانتش متوصلة إلى شبه اتفاق مع الأطراف السودانية ليه الوقف الفوري للقتال مع تعهدات واضحة حقيقة من النتائج تعهدات واضحة من كافة الأطراف دول الجوار ومن الأطراف الدولية والإخلامية بالالتزام بما سيتم الاتفاق عليه من معايير وأدوات لازمة لدعم الشعب السوداني في هذه المرحلة ومن ثم الألية المهمة أخرى ويمكن أن نخرج بها من هذا الاجتماع أن نستطيع أن نتوصل مع الأطراف السودانية في الداخل إلى وقف فوري للقتال مش بس بغرض الدفاع عن الإغاثات الإنسانية أو توصيل الإغاثات الإنسانية ولكن بغرض وقف هذا الدم السوداني الذي يسال يوما بعد الآخر نعم يعني إحنا بنتكلم النهاردة إن شاء الله على مؤتمر بمثابة انفراجة حقيقية على الأرض من يعني ما تمتلك مصر من دبلوماسية وما تمتلك مصر من هنا أتحدث عن دبلوماسية رئاسية تحديداً لوقف الأطراف المتسارعة في المشهد السوداني عاوز أروح مع حضرتك بل إن إحنا بدأنا وقلنا دبلوماسية رئاسية خلينا نتوقف عندها بس المشهد يمكن ذكر في الفقرة الإخبارية قبل ما ندخل واستقبال فخامة رئيسها فتاح السيسي لرئيس الوزراء أبي أحمد سيوكي أبي أحمد أنا عايز الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي يهدأ في تناول هذه القضية لا يكون متطرفاً ولا يكون منبطحاً عفواً في هذا اللطف صحيح أنت مفروض تتعامل وتدرك قيمتك وتدرك أنك دولة لديها مؤسسات ولديها أجهزة قادرة على التفاعل بإيجابية في ملف سد النهضة صحيح وأنت لديك حقوق تاريخية في هذا الأمر ولديك اتفاقيات معلنة وتستطيع إلزام جميع الأطراف بذلك وإنك أنت دولة بتستخدم هذه التجربة كنموذج حي وتطبيق عملي لأليات حل الصراع صحيح بصورة سلمية لا وإحنا الآن تحديداً في وقت ما بقاش فيه مجال للقتال والاختتال لا تحدث عن الدبلوماسية هي التي تفصل في كل النزاعات اللي بيعمل نمط أو بيعمل صورة ذهنية مختلفة للسياسة الخارجية المصرية في العشر سنين اللي فاتوا عن أي وقت فات أنت بتتعامل بإدراك واضح لكل خطوة بتدخلها قد إيه ممكن تمثل مخاطر وتهديد للأمن القوم المصري إدراك لتشابكات أي نوع من أنواع الأزمات مع المكون الأقليمي والمكون الدولي فيها وبالتالي أنت غير متسرع ولكن تتمتع بالرشادة اللازمة لإدارة هذه الملفات نعم عاوز بقى أتكلم مع حضرتك سريعاً لأن إحنا منذ أيام ليست بقليلة كنا بنحتفل ببيان تلاتة أيضاً وأيضاً نحتفل بـ 306 شايف حضرتك إزاي النهاردة ما يحدث في مصر من تغيير جوهاري وجني ثمار نتكلم هنا على مهرجان العالمين الجديدة بنتحدث عن مهرجان في نسخته الأولى ثقافي ترفيهي اجتماعي به كل رياضي أيضاً به كل يعني متطلبات السياحة تحديداً وهدف الرئيسي جذب أكثر من مليون سائح عربي احنا اتأخرنا كتير قوي في هذا الملف لكن لو ما كنتش قدرت تعمل كل هذه الإنجازات من إنشاءات ومن شبكة طرق وموصلات ما كنتش تقدر توصل النهاردة وأماكن طرفهية وأماكن للإقامة ومدن حديثة أنت تتكلم عن مدينة حديثة مدينة ذكية العالمين مدينة ذكية إنك تقدر تعمل ده في ظل دولة فضلة عشر سنين بتكافح الإرهاب وبتجابها التطرف وتستطيع التصدي ليهم وبنت مؤسستها وبنت دولة في دولة مصرية تانية تبنت في خلال عشر سنين كمهورية جديدة مش بقول خطوة تأخرت عن مصر في خلال الفترة دي لكن هي خطوة غابت عن مصر سنوات طويلة لأنك لم تكن تملك القدرات ما كانش عندك الإمكانية ولا التسهيلات ولا الأماكن اللي تستطيع من خلالها أن تستضيف أو تعمل مهرجانات مثل هذه المهرجانات النهاردة أنت تأفرت عندك على الأرض كل هذه الفرص وده اللي احنا دايما بنقوله أي حاجة أنت بتعملها بيبقى فيها فرص ويبقى فيها مخاطر زي أي نوع من أنواع السياسات أو اللي بيتمهم مرسيتها أنت هنا بتعظم الفرص بتعظم المكاسب بتقدم زي ما كنا بنتكلم على الصورة الزهنية للدولة المصرية في السياسة الخارجية المصرية برضو الصورة الزهنية للدولة المصرية في الداخل وأمام وأمام المواطنين الأشقاء في الدول العربية هم شايفين كويس هذا التطور الهاي أنت بتقدم لهم مصر جديدة ويمكن من الحاجات الفخمة الرئيسة الفتاح السيسي بيستخدمها في الدبلوماسية الرئاسية لدى زياراته المتعددة سواء الحضور اجتماعات صنائية أو الحضور قمم مختلفة هو التسويق لهذه الجمهورية الجديدة لهذه الدولة المدنية الحديثة الدولة التي استطعت أن تفتح عبوابها للجميع وأن تخلق من صحات مشتركة مع كافة الأطراف بغرض التوافق على رؤية لمصر المستقبل مصر التي سيعيش على أرضها أبنائنا فيه توافق كامل بينهم مختلف الملفات المطروحة في نفس الوقت مختلف الملفات التي تعمل عليها الدولة المصرية ما بين البناء الداخلي والتطوير للوصول كمان كمان لدورها الرائد سواء إقليميا أو دوليا ملفات مختلفة شغال عليها دولة المصرية بالتوالي التوازي عفوا وليس التوالي سعيدنا وشرفنا بوجودك شكرا لحظرتك أمحى نورتنا وشرفتنا نورتنا السوزة نورتنا السوزة عزيزة علينا دائما بنسعد بوجودك معنا في قبل